في ذكرى الاحرار او الناس اللي بتتبنى القضايا الانسانية بشكل جاد وفعال كان منهم انا ماريا ليندا انا ليندا كانت وزيرة الخارجية السويدية وهي من موليد 57 واشتغلت على نفسها في السياسة من حداثة سنها من سن 12 سنة كانت مهتمة بالسياسة وكانت من اكبر الدعمين للقضايا الفلسطينية والقضايا الانسانية وتحديدا القضايا البيئية صارت ضد حرب فيتنام وكانت لها موقفها الواضح ضد هذه الحرب وان الولايات المتحدة ما كانش لها كل الحق في ذلك دعمت القضايا الفلسطينية والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وهي وزيرة اوروبية لدولة من الدول الاسكندينفية والدولة من الدول الاوروبية وكان في موقعها بدت حياتها السياسية نائبة في البرلمان السويدي وكان سنها 22 سنة هي خريجة كلية حقوق وبعد كده ترقصت الاتحاد الشبيبة الاشتراكي في السويد ثم اخترت وزيرة للبيئة ثم اخترت وزيرة للخارجية في مثل هذا اليوم 10-9-2003 وفي اثناء تجولها في احدى ضواحي استوكولم العاصمة وتعرضت لحادث الاختيال وكان حضرتكم يعني صدمة للشعب السويدي وصدمة للنشطاء الحقوقيين واللي بيدفع عن حقوق الانسان واللي بيدفع عن البيئة واللي بيدفع عن القضايا المعاصرة وكان امام القضايا الفلسطينية وتكريما لهذه السيدة ومواقفها الجادة الفاعلة قامت روابط كل مسلم السويد بتأبين هذه السيدة الغير مسلمة وعملوا لها اكبر احتفاء بمواقفها وبشخصها التأبين بل اني الحكاية ان في خطب الجمعة اوصوا بالتكلم عنها وعن هذه الامثلة الرائعة من البشر الذين يسعون الى تكريم الانسان ويدعمون قضايا الانسان